دشل مدير مديرية حيس مطهر سعيد القاضي الحملة الشاملة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة في المديرية بتمويل من منظمة اليونسيف وقال مدير عام المديرية أن الحملة التي نفذتها مؤسسة طيبة للتنمية تهدف إلى جعل المدينة نظيفة وخالية من الأوبئة والأمراض التي تسببها تكدس القمامة والمخلفات الصلبة المتراكبة وهو ضمن إطار عادة تطبيع الحياة في المديرية موضحا أن المشروع ضمن خطط الاستجابة الطارئة للمياه والإصحاح البيئي والتي ستستمر لمدة ستة أيام متتالية مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيحد من انتشار الأوبئة والأمراض والنواقل لها إذا ما استمر التعاون مع عقال الحارات والمواطنين مع عمال النظافة وتعد هذه الحملة شابلة حضر تجشين الحملة عضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ومديري مكتبي الصحة والأشغال بالمديرية ترجمة نانسي قنقر